أسعد الله مساءكم بكل خير حرصاً من مجلس التعليم العالي على المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في مؤسسات التعليم العالي على ضوء ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة والتزاماً بأوامر الدفاع ذات العلاقة وخاصة أمر الدفاع رقم سبعة وتعديلاته فإن مجلس التعليم العالي اتخذ في جلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ تسعة وعشرين تسعة عشرين عشرين قراره المتضمن الموافقة على تعديل قرار مجلس التعليم العالي رقم 221 الذي اتخذ بتاريخ 21 سبعة عشرين عشرين وأعلن للجميع وتطبيق الأسس التالية فيما يتعلق بالتدريس والامتحانات في الجامعات والكليات الجامعية في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي عشرين 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 واحد وعشرين أولا بالنسبة لطلبة مرحلة البكالوريوس واحد تدريس جميع متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية الإجبارية والاختيارية إلكترونيا عن بعد ثانيا تدريس متطلبات التخصص إلكترونيا عن بعد ثالثا تدريس المساقات التي تحتاج إلى مختبرات أو مشاغل أو تطبيقات عملية أو بدنية ولا يمكن تعليمها إلكترونيا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية مع مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة رابعا تجري كافة الامتحانات لمساقات التخصص ومتطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافي لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي ومراعاة شروط الصحة والسلامة العامة ويطبق على الامتحانات نظام العلامات النافذ في الجامعة ولا يتاح للطالب في هذه الحالة خيار ناجح راسب خامسا الطلب من مجالس العمداء اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد امتحانين كتابيين فقط منتصف ونهاية الفصل خلال الفصل الدراسي الأول وفي الحرم الجامعي ويستثنى من ذلك المواد والتخصصات التي تتطلب طبيعتها اتخاذ إجراءات خاصة للتقييم ثانيا بالنسبة لطلبة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع يطبق على طلبة الدبلوم المتوسط ما يطبق على طلبة مرحلة البكالوريوس من حيث التدريس والتقييم والامتحانات ثالثا طلبة كليات الطب البشري وطب الأسنان يتم تدريس طلبة كافة السنوات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية ويترك لمجالس العمداء بناء على تنسيب مجالس الكليات تدريس وتقييم بعض المساقات من متطلبات الكلية والتخصص الإجبارية والاختيارية على نظام التعليم المدمج رابعا بالنسبة لطلبة الدراسات العليا واحد يتم تدريس جميع مساقات الدراسات العليا على مستوى الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه عن طريق التعليم المدمج شريطة أن لا تقل نسبة التدريس داخل الحرم الجامعي عن خمسين بالمئة وأن تتم جميع الامتحانات في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية ثانيا يتم إجراء مناقشات رسائل الدراسات العليا في الحرم الجامعي وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونيا عن بعد وحسب ما تقرره كل جامعة على حدة خامسا وأخيرا الطلبة الموجودون خارج المملكة سواء من الأردنيين أو الوافدين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد واحد يترك لمجالس عمداء الجامعات خيار تدريس أولاء الطلبة إلكترونيا عن بعد في المساقات الذي نص هذا القرار على تدريسها داخل الحرم الجامعي وفي حال عدم تمكنهم من العودة إلى المملكة لتقديم الامتحانات داخل الحرم الجامعي يترك للجامعات حرية إجراء الامتحانات لتقييمهم وبالطريقة التي تراها مناسبة أو رصد علامة غير مكتمل لهذه المساقات تنين يترك للجامعات القرار لاتخاذ اللازم بشأن تدريس وتقييم طلبة الطب البشري وطلبة طب الأسنان الموجودين خارج المملكة ثلاثة بالنسبة لطلبة الدراسات العليا الموجودين خارج المملكة ولم يتمكنوا من الالتحاق بالجامعة عند بداية الفصل الدراسي الأول الذي يصادف يوم 11-10 تتخذ الجامعة الإجراءات المناسبة لاستمرار تعليمهم وتقييمهم إلكترونيا عن بعد هذا وسنعلن صباح غد مجموعة من الأحكام العامة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لتطبيق هذا القرار حمى الله الأردن قيادة وشعبا وأدام عليه الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر